قصة حب وعشق النعم ربنا آه في حد قال إن مصر هبت النيل بس الحقيقة بتقول إن المصرين حاسين إن النيل نعمة من نعم ربنا وهبة من هبات ربنا وعشان كده عشق النيل لما تيجي تسأل هو ليه المصرين بيحسوا كده؟ ولابد إن هم يعرفوا ليه النيل في حياتهم كده؟ النيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النيل والفرات نهران من الجنة نهران من الجنة فالنيل نهر من الجنة فالمصريين لما عاشوا مع النيل وعاش النيل فيهم حسوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيوصلهم حسوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى عليهم باسم الودود فأحبوا النيل حباً في الله سبحانه وتعالى مش أحبوا النيل لأنه مية ولكن أحبوا النيل لأنه نعمة المصريين والنيل قصة حب لنعمة رب العالمين مش ربتش من نيلها طب جربت تغنلها جربت في عزمة تحزن تمشي بشاوراها وتشكي لها النيل ده يعني تحس ده امتداد للحضارة المصرية القديمة بسبب النيل في حياة في مصر نحن نعتبر ولادي النيل نفسه والحضارة بتاعتنا اصلا من سبع تلاف سنة مثلا مرتبطة بالنيل نشدان الحياة وهو كل بنستخدمه في الزراع بنستخدمه في كل شيء في حياتنا هي هو الحياة المصريين نشأوا يعني على مرمى بصر النيل يعني هم موجودين وليونه النيل قصدهم ولذلك النيل كان بساعدهم في رأي الأرض وفي زراعتها وكان بفض عليهم وكان ليه موسم زواج وكان ليه مواسم كثيرة يعتبر رمز مقدس بالنسبة للمصريين أينما وجد الماء أو المطر وجد الخير ووجد المال ما فيش في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي أول ما يقولوا مصري ألاقينا في سبكي لوحدي أتحدانا أي حدي حبها في الجندات دي المصريين كثير من الناس يقولون أنهم يبلغوا في حب الوطن خلينا أسألك إيه الأوقات اللي أنت بتحس أن أنت بتحب الوطن فيها بحب مصر فيها بحب مصر في كل حاجة جميلة بتتعمل فيها بحب مصر في الأزمات بحب مصر في ناسها بحب مصر كلها بتتحب بحب مصر في الأزمات إزاي يعني دي مهمة جدا جدا عندنا أن في ناس كتيرة في وقت الأزمة ما بتعرفش تحب مصر إزاي إنك تقف في الأزمة إنك تساعد فيها ده حبك لمصر كويس يعني إن كونك تسوح جزء من حل الأزمة أنت تحب الوطن دوت معناها أن أنت بتحبها طبعا زي في بيتك لما بتكون بتشوف البيت بيمر بأزمة بتشتغل أكتر عشان البيت يخرج بالزبط وأنت حضرتك بتكره البيت أما بيكون عيل عين أنت جميل أوي يا حبيب ربني خليك بتحب البيت طب إيه إذا كانت الست هي النفسية مثلا برضو محقولة ده من الوطن صحيح طيب وأوقات الأزمات بتحب الوطن طب وأوقات البقى أنت حالك صحيحة لحق التأيي نصر من الانتصالات المناطعة على مصر الموقف السعيدة المناطعة على مصر اللي هي القديمة القديمة والجديدة لا هو يمكن كانت فترة السبعينات اللي هي ما كنتش لسه أو عفية طب الكلام اللي أنت سمعته عنها يعني كان بيخليك تحس بيه طبعا طبعا فخور ببلدي كلها طيب بيحصل لك إيه لما تشوف الأفلام اللي فيها الانتصالات والحياة بحس إن أنا جواه وحس إن أنا بحس إن ده جواه آآ وحس إن أنا ياريت كنت أبقى موجود طيب أنا عايز أفهم بقى أنت ليه بتحس بشعور إن أنت ياريت كنت موجود يعني هذا الأمر ده أمر لنفساني المساهمة نفسها إنك في حدث ده ده حاجة جميلة جدا كنت جزء من بناء الوطن وجزء من فرحة الوطن طبعا يبقى أنت قدمت لي النموذج لمسألة إن الوطن لما تحبه في الأزمات وكمان لما تحبه في الانتصالات وفي الأحوال العادية بتحب الوطن إزاي ما فيش حد بيكره الوطن بتاعه إما ما ينتميش ليه أصلا هو فيه حاجة اسمها شجرة تطلع من غير أرض هالأرض دي هي الوطن يعني أنت بتعتبر إن الناس أنت جميلة أوي يعني أنت بتعتبر إحنا عبارة عن سمار الوطن طبعا طبعا هو فيه شجرة بتتزرع من غير أرض ما فيش شجرة بيتزرع من غير أرض حضرتك شيخ أزهار يقول لي فيه شجرة بتطلع من ده أبدا طيب 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 والناس يحن يصفرون بره وبيبقى عندهم برضو إحساس بالناس اللي في الخارج لما بيرجعهم أو هو بيكلم الناس بيكلمهم عن الوطن بطريقة مختلفة انت بتحس بيه لما الواحد لما تجي تكلم حد يقول لك ايه عن الغربة ولما بيرجع الوطن بيقول لي اه هو اه اما بيشوف السلبيات اللي هو شايفها هنا اما بيطلع برة بيقول يعني انا عيش في السلبيات دي زي ما بنقول ايه نار الوطن ولا جنة اي حتة تانية ليه بقى بيقول كده المعرفش بس هو احساسه كده انت حاسست ان حب الوطن ده جزء من فطرتنا جزء من حياتنا طبعا طبعا لان هو لما هو مش عارف السبب اكيد ده جزء حية كده حية في الفطرة حية في الفطرة الوطن د د د بيته ده وطنه اه شارعه ده وطنه منطقته ده وطنه كل حاجة في البلد ده وطن واخواته ووطن وكل حاجة وطن. يعني هتعلمه ان هو لو شال ورقة من الارض. طبعا وطن بيحافز على الوطن. اي شيء بيعمله ايجابي ده احفاز على الوطن? انت شاف ان الوطن هو الوطن الحقيقة اسؤال اللي بيسأل للناس ده. ما الوطن احنا بنعيش فيه ولا هو بيعيش فيه? هو الظاهرة احنا بنعيش فيه. انما البطنة هو اللي بيعيش فيه. ازاي بقى بيعيش فيه? اه. يعني هو 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 فيه برضو حد بيعيش من غير قلب ما هو القلب ده هو برضو الوطن أنا ببتكر اللي أنا مصري ما كنتش كنتش أحب بلدي وده ما يحبش بلدي وده ما يحبش بلدي وده ما يحبش بلدي بلد نصدية يا مزهورة مصري في القرآن أربع مرات أنا ما كنتش أنا مسلمش أحب بلدي لو قلت أي حاجة وحشة لمصري وقدرت اللي أنا أمنحها أمنحها بقاش مصري ما أحبش بطن حب الوطن في قلوب المصريين ما كانش كلمة ولا كان غنى حب المصريين للوطن كان صلة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم الناس اللي شايفين المصريين بيبلغوا في حب مصر وحب الوطن دي مش مبالغة في معنى من معاني الناس دي مبالغة في الإيمان لأن المصريين لأن المصريين شافوا الوطن شافوا مصر بيحبها ربنا لما خلى فيها نهر من الجنة وبيحبها رسوله لما وصب أهلها والنيل يمشي ويغزي أهلها لغاية ما مصر تبقى أم ويبقى واجب علينا نبر الأم ونحسن إليها المصريين وحب الوطن قصة إيمان وقلب مليان وعمران بنور حب الله ورسوله